مش عارفة احنا ينفع نقول كده ولأ على الهواء احنا مفروض يعني بنودير الحوار مش بنقول تحايز بس احنا مبسوطين طبعا المبادش مبارح كان حلو جدا اتفرجنا على كورة حلوة كل الناس اللي كانت زعلنا بميكالي ما بقتش زعلنا بالعكس بقت مبسوطة جدا تفاصيل كتير قوي ممكن تحكيها لنا عن المبادش عايز اقول اول حاجة الحمد لله رب العالمين يمكن قصرنا عقدة بالها كتير كمان ان احنا بنعمل رقم كياسي في ظل الازمة النفسية اللي عند الناس بتقول فين منتخب مصر فين الناس في الالعاب الولمبية احنا الاول مرة بنصعد مركز اول صحيح يعني دوت على مرة تاريخ يعني احنا يمكن من رحم المعاناة كمان الناس معطردة ولكن ربنا ادانا اكتر ما احنا كمان عايزين بنصعد مركز اول على حساب اسبانيا وقول مرة نكسب اسبانيا في تاريخ الولمبية في التاريخ دايما كل اللقاءات مع اسبانيا كنا بنتغلب فيه عقدة شوية عقدة الخواجة لكن الحمد لله تغلبنا عليها وفيه كمان ارقام كياسي قصرت احنا يمكن في ست مرات اللي صعدنا فيهم قبل كده لعبنا 13 بطولة صعدنا كلهم كان مركز تاني اول مرة نصعد مركز اول على حساب كما منتخب كبير زي المنتخب العزباني الحقيقة كان المشاعر عند نسمة لغباطة قبل البطولة هل احنا رايحين لتمثيل مشرف بس كمان الاسامي مش كانت بالشكل الناس متخيلان ناس كتعايز الصلاح في ناس كتب طالب مصطفى محمد فيه اسام كتير فيه حالة كمان من التقسيم شوية من الاهلاء والزمالكاوي المنتخب كان راح في حتة بعيدة كان عندنا مشاعر من الاحباط كل حاجات تغلبنا عليها لما شوفنا فعلا منتخبنا يعني يمكن المرش الاولاني فعلا ما كانش احسن حال قدر لعبينا بقى بالتركيبة المصريية اللي احنا عارفينها ان احنا وقت الجد بنظهر المعدن المصري الاصيل اللعبة عادت مع بعضها بدأ يتكلمه محمد النيني صورة تانية خلص مغير عن محمد النيني احنا عارفينه مش علشان قبل كده كان اقل لأ يمكن تحمله المسئولية بشرط القيادة ادته دوافع كبيرة جدا ان يوجه اللعيب ولا وخد فرصته الاعلام ابتدى يركز معي يعني برضو يمكن مش عارف بقى يا جوز الانسخدام اللفظ هو كان underrated جدا في الاعلام في الفترة اللي فاتت يعني النيني وارسنل وعمره ما قال حاجة غير يعني اول ما بيتطلب بيكون موجود عمرنا ما سمعنا منه تصريح يمين ولا شوال يعني هو الراجل تمام التمام لكن ما كانش دايما ماخد فرصته في الاعلام اعتقد ان لما تسلط عليه الدوء بان بقى المعدن بتاعنا ده في جمال نقطة اكبر من كده احنا دايما عندنا لأسف حتة عطفية شوية بنحب وبنقرأ دايما منبص على بعض العيبة نلاقي نفسنا ميللهم شوية نروح مثلا لصلاح خلاص انا مركز مع صلاح بنقسم حتى لعبة المحترفة لا انا حزبة صلاح انا معرفش ايه محمد اني واخد حتة بعيدة شوية ممكن الاضواء مش متسلط عليه بالشكل اللي هو يستحقه ورغم كده عنده هدوء نفسي وسلام نفسي بالمكان اللي هو فيها